انا بحقيكم مرة تانية وهاي الاحداث مهمة جدا لكل واحد مننا وحلو من فترة الى فترة نسترجع هذه الذكريات حتى نتعلم من الهدف الرئيسي والغرض اللي جاء من اجله يسوع المسيح مثل ما ابتدأت في الحلقة اللي مضت اتكلمت انه هذا الاسبوع ابتدأ بدخول يسوع المسيح منتصرا الى اورشليم دخل كملك الى مدينته ودخل ككاهن عظيم الى هيكله لانه غيرت بيتك اكلتني وعقال ايضا لليهود بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وايضا دخل كالنبي اللي تنبأ عنه موسى والديان ايضا وهذه الاحداث احباء دخول المسيح حتى يطهر الهيكل رغم انه المدينة لم تعرف ما هو لسلامها ولم تعلم زمان افتقادها فتنبأ المسيح عن دمار اورشليم وتمت هذه النبوة سنة سبعين ميلادي وايضا في هذا الاسبوع المسيح كان يعلم في الهيكل وصنع معجزات كثيرة في الهيكل لكن برضو بياخدنا يعني الانجيل الى احداث مهم جدا العشاء الاخير المسيح غسل ارجل التلاميذ وتناول طبعا الوجبة الاخير او العشاء الاخير مع التلاميذ كانوا بيتذكروا خروج شعب اسرائيل من ارض العبودية من ارض مصر وفي نفس الوقت المسيح تكلم او علم عن الفريضة او العشاء الرباني هذه الاحداث كانت كلها يوم الخميس مساء وفي نفس الليل طبعا اذا بتتذكروا غسل ارجل التلاميذ وتنبأ عن الشخص اللي رح يخونه يهوذا وتنبأ عن انكار بطرس وبعدها سبحوا الرب ومهم جدا في هاي الليلة تكلم عن العهد الجديد هذا هو العهد الجديد بدمي وبعدها راحوا لبستان جثيماني وهناك القي القبض على يسوع المسيح امام التعذيب والتنكيل به امام الجلد واللطم واللكم اتخيل انه رب المجد كان لازم يتحمل كل هذه الالام مع انه ممنوع خلال المحاكمة يكون يعني هذا العنف ضد الشخص البريء قبل ما يعني يستجوب الشخص طبعا احنا منعرف انه كانت محاكمة دينية مهزلت كل المحاكم وقف امام حنان اللي اقالته الحكومة الرومانية ثم وقف امام قيافة الكاهن في ايام المسيح وطبعا كان فاسد ايضا وامام مجمع السنهادريم في نفس هذه المحاكمة الدينية في بيت قيافة مع انه المحاكمة لازم تكون في احدى غرف الهيكل والمحاكمة ممنوعة تكون في يوم العيد ممنوعة تكون في الليل واصدار الحكم ممنوع يكون في الليل لازم يكون في الصباح وطبعا كانت ايام عيد وعدا عن مهزلة الشهود شهاداتهم لم تتطفق وكانوا يناقضوا احدهم الاخر اخيرا استحلف رئيس الكاهنة يسوع المسيح وقال له يسوع انا هو المقصود ابن المبارك ابن الله وضاف نبوة دانيال اللي بيتكلم فيها عن ابن الانسان سيأتي في اخر الايام بمجد عظيم مع ملائكته القديسين رئيس الكاهنة شق ثيابه ويأقر ان هذه تهم التجديف مع ان المحكمة تقررت قبل المحاكمة ويا للظلم ويا للعار ويا لمهزلة المحاكم عندما تملأ القلوب الضغينة والحقد والكراهية والحسد ضد شخص فالانسان يعمى بصره فممكن يحارب عن الدين ويدافع عن الدين ويدافع عن الله ويدافع عن الإيمان بطريقته هو مش مهم انه في حق وفي نور المهم انه يتخلص من هذا الشخص لانه ما بيحبه اليست هذه الحقيقة حتى يومنا هذا ان العالم يكره المسيح مع انه مثل ما ذكرت حياته الاخلاقية معجزة تعاليمه متميزة معجزاته خارقة ولادته عجيبة وفعلا قيامته مجيدة موسيقى 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 موسيقى